السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن الاختبار رقم اربعة من كتاب سلاح التلميذ الصف الخامس الابتدائي اسأل له اول اختر الاجابة صحيحة من بين الاجابة المطار اذا كانت قيمة الرقم سبعة تساوي سبع اجزاء من مائة فانه قيمته المكانية ده قيمة الرقم كده ده اسمها قيمة الرقم قيمة الرقم بكتبها الرقم يكون بكام يعني سبعة في الاحد بكام سبعة في العشرات بكام سبعة في خانة الجزء من عشرة بكام لكن ده قيمة الرقم لكن قيمة المكانية يعني ما كانوا فين في الجزء من عشر ولا الجزء من مائة ولا الجزء من ألف ولا الاحد ولا العشرات ولا المائة هنا قيمة المكانية ده خانة الاجزاء ده كده الصفر ده جزء من عشرة السبعة ده جزء من مائة يبقى عندي الاختيار رقم باقي اللي هو جزء من مائة بسهر رقم اثنين ورزو معالي طريقة قوز قوز قوزح لإيجاد عوامل عدد 12 حل عوامل العدد 12 يعني ايه عوامل العدد يعني بفك العدد طيب اطقعاص الضرب ايه في ايه بديني اتناشر. ايه الاعداد اللي اضربها في بعضها تديني اتناشر. ما العوامل اللي لدي نساء. ايه اللي نساء? انا عندي الاتناشر واحد فتناشر هو كتب واحد فتناشر. عندي كمان التلاتة فاربعة. عندي كمان اتنين في ستة. الاتنين في ستة. يبه هون سيكتب الاتنين ومين والستة. بالصفحة التانية صفحة متين خمسة سبعين. هنا مسألة ضرب ستة وعشرين وتلات اجزاء من عشرة في خمسة خمسة صحيح وواحد جزء من عشرة. هنا هنضرب. هنكتب المسألة. ادي اتنين ستة علامة تلاتة في خمسة علامة واحد. وتعالى نضرب الواحد في تلاتة بتلاتة. الواحد في ستة بستة. الواحد في اتنين باتنين. انا باخد الواحد وبضربه في الاعداد اللي فوق كلها. اللي هو التلاتة والستة والاتنين. وبعد كده بحط صفر مكانة اللي انا ضربته اللي هو مكان الواحد. وبعد كده باخد الخمسة اضربها في الاعداد اللي فوق كلها. الخمسة في تلاتة. التلاتة في خمسة بخمستاشر. خمسة ومعينة الواحد. الخمسة في ستة بتلاتين. خمسة في ستة بتلاتين. واحد واحد وتلاتين. واحد ومعينة. التلاتة. الاتنين في خمسة بعاشرة. عشرة وتلاتة تلاتة واشر. وبشد الخط وبجمع. تلاتة وصفر هي نفسها التلاتة ستة وخمسة حداشر واحد ومعنا الواحد. واحد على اتنين تلاتة تلاتة واحد اربعة. تلاتة ما فيش عدد هي نفسها واحد ما فيش عدد هو نفسه. بعد جده بشوف العلامات بتاعتي هنا علامة بعد رقم وهنا علامة بعد رقم يبقى الضرب علامة بعد رقمين لان انا عندي في الضرب بجمع العلامات. في الضرب بجمع العلامات. يبقى الناتج عندي مية اربعة وثلاثين. وطلعتاشر جزء من ماء. الاختيار رقم الف. يسألي بعده مسألة اسمه. هنسم اسمه مطولة. ربعمية وتمانية على السبعتاشر. هناخد الاربعة على السبعتاشر اربعة اصغر. فنهي اخد الاربعين اللي اضربه في سبعتاشر يدينا حاجة اصغر من الاربعين. هنجرب الاثنين اللي اتنين في سبع Florida. اربعة معنا الواحد. الاثنين في واحد. الواحد تحضر عدة تلاتة. طبعا لو جربتنا الاثنين. سأتكون اكبر من الاربعين. فان باخد حاجة اصغر من الاربعين. حاجة اصغر من العدد اللي اضرب desarroll. صفر نقص ربع مينفعش يبغل صفر اده عشرة والالات واضربعة دي تكون تلاتة. اوراء عشرة نقص ربع تبلد كده تلاتة نقص ربع صفر عش否 ما لم يلوش قيمة بداش اكتبه. انزل العدد اللي بعده. من العدد اللي بعده اللي هو التمانية. عايزة حاجة اضربها في سبعتاشر تديني حاجة قريبة او آآ ستمانية وستين يعني تديني العدد تمانية وستين او حاجة اقل منه. تعال نجرب برا الاربعة. الاربعة في سبعتاشر. الاربعة في سبعة في تمانية وعشرين. تمانية ومعينها الاتنين. الاربعة في واحد باربعة واتنين ستة يبقى هناخد مين الاربعة وتحت هكتب التمانية وستين وبشد الخط وبطرح كده المسألة تصفرت يباني نتج عندي اربعة وعشرين السؤال اللي بعده السؤال السين قيمة العدد المجهول في نموزج مساحة المستطيل المقابل انا عندي نموزج المستطيل ده كده العدد اللي هو متين اربعة وخمسين ده كده العدد وضربه في ايه ضربه في ستة وتلاتين هو بيفك العدد اللي كنته بالرقم لقيمة الرقم يعني مثلا للاتنين في خانة المائد بمتين الخمسة بخمسين اربعة باربعة هنا الستة في الاحد بستة والتلاتة بتلاتين وبيبدأ يضرب بياخد التلاتين ده يضربها في المتين وبياخد التلاتين يضربها في الخمسين وياخد التلاتين يضربها في اربعة 6 يضرب في البعض الـ 200 و البعض الـ 150 و البعض الـ 4 نشوف المجهول ب?.. 1-2 5-6 1-2 1-6 5-3 4-4 الـ 4-4 مسألة الطرح أفضل بعض الأول هل العلامات متساوية؟ هل العلامات متساوية؟ هل العلامات متساوية هنا علامة بعد ثلاث أرقام وهنا علامة بعد ثلاث أرقام نبدأ نطرح 8 نقص 6 2 2 نقص 1 1 4 نقص 3 1 جاء العلامة نزلها 8 نقص 4 4 7 نقص 5 2 يبقى ناتج معي 24 و 112 جزءا من 1000 السؤال اللي بعده جاب لي عدد وعايزه في صيغة ممتدة عايزي فك العدد لصيغة ممتدة أنا عندي هنا الثلاثة في خانة المئات هو كتابها بتلتمية طب الخمسة خانة العشرات تكون بخمسين الأربعة خانة الأحيات تفضل زم هي باربعة كده احنا خلصنا العداد الصحيحة نبدأ في الأعداد العشرية ليه 7 جزء من 10 هتكون 7 من 10 7 علامة صفر لازم احط العلامة لأنها ما هيش عدد صحيح ده عدد عشر طب جزء من 100 مفيش عندي حاجة في الجزء من 100 هو حاطت مكانها صفر طب التلاتة ده جزء من 1000 بحط بعديها صفرين والعلامة يبقى التلاتة هنا جزء من 1000 السؤال اللي بعده التعبير العددي لطرح 5 و 1 من 10 من 6 و 7 من 10 ثم ضرب الناتج فيه 3 العدد اللي جي بعد كلمة من هو اللي هيكتب الأول اللي هو 6 و 7 من 10 بقي طرح دي يعني ناقص طرح يعني ناقص وهكتب الخمسة و 1 من 10 كده مسألة طرح الوحيدة فبحطها في كوز بعد كده بقولي ثم اضرب يعني بعد ما تخلص اللي في الكوز اضرب في الناتج في 3 السؤال اللي بعده السؤال الثالث ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة الخطئ تقريبا العدد العشري 6 و 79 جزء من 100 لأقرب جزء من 10 فين خانت الجزء من 10 اللي هي 8 التسع من الأعداد اللي بتزود 5 و 6 و 7 و 8 والتسع أعداد بتزود العدد اللي بعدها 1 لكن ال 4 و 3 و 2 و 1 أعداد ما بتزودش بشيلها خلاص يبقى التسع هتزود 8 و 1 هتبقى التمانية دي 9 والعلامة وال 6 و 7 بكتبهم زمهم يبقى الإجابة صحيحة قيمة وي في المعادلة هنا جايب لي 16 375 جزءا من 1000 بيساوي 33 و 241 جزءا من 1000 ويجايب لي ال Y في الأول المجهول في الأول يعني إيه المجهول في الأول طالما بعضه نواقص يبقى المسألة دي تكون جمعة مش هتكون طرحة المسألة هنا هتكون جمعة فأنا هبدأ أجمع الأرقام اللي عندي العلامات متساوية أيها العلامات متساوية هجمع 5 و 1 6 7 و 4 و 11 1 و 1 و 3 و 4 و 4 و 2 و 6 كتل عليها منزلها 6 و 3 و 9 و 3 و 1 و 4 يبقى العدد عندي هنا 9 و 616 يبقى الواي بتساوي 9 و 40 طبعا لأ ده عندي 9 و 616 يبقى الإجابة خطئة أسأل لي بعده باكتر باكتر اسمه 21 جايب لي 3622 21 على 31 ويجيب لي الناتج 116 وبقول لي الباقي 21 تعال نقسم عشان نعرف أدي 3 6 22 على 3 و 1 تعال نبدأ نقسم هنا 3 على 31 أصغر فأنا هاخد الستة والتلاتين عايزة حاجة أضربها في الواحد وتلاتين تديني عدد أصغر من الستة والتلاتين طبعا أنا هاخد الواحد لأن لو خدت الاتنين هتبقى أكبر فأنا بأخد الأقل الواحد في 33 هتديني تلاتة وتلاتين وبشد الخط وبطرع 6 مقص واحد هتديني 5 3 مقص ثلاتة صفر على الشمال خلاصا أنا ما بننزلوش هنزل العدد اللي بعده اللي هو مين الاتنين عايزة حاجة أضربها في الواحد وتلاتين تديني حاجة أصغر من الاتنين وخمسين لو ضربنا الاتنين الاتنين في واحد باتنين والاتنين في تلاتة بستة يبقى اتنين وستين فهذا أكبر فبرضو مش هينفع معايا إخري أن أنا أخد الواحد هنبدأ ناخد الواحد الواحد في واحد وتلاتين بواحد وتلاتين وبشد الخط برضو بطرع 2 مقص واحد واحد 5 مقص ثلاثة 2 بقى العدد عندي 21 هل الواحد وعشرين 21 أقل من الواحد وتلاتين فأنا هنزل لها عدد جديد اللي هي الاتنين كده بقت 200 واتنشر 200 واتنشر ده عدد كبير قوي فهن طبعا هو في الإجابة عندي جايب للستة تعالى بقا نحن نجرب الاسترابا برة في 30 الواحد في الستة والتلاتة في الستة ب، 16 يبقى 186 th أيوه قريبة تعالى مع الثناء الواحد في سبعة بسبعة والتلاتة في سبعة بـ 21 و21، دي أخ science, 21 وون prix talking ما تنفعش فظلت 7 ومن تبقى الشتاء 6 فوق والمية 86 تحت ونقص نطرح 2 نقص 6 8 12 12 نقص 6 6 1 ده بقى صفر الـصفر استلاف من الـ2 0 ده عشر والو وقت 2 ده بقت واحد 10 نقص 8 2 يبقى الوقت عندي خارج الاسمة عندي كده خارج الاسمة طبعاً لو خدت الواحد في 1 بالـ30 هتطبه أكبر يبقى عندي ناتج 116 ويبقى الاسمة 26 يبقى النادي 16 صحيح لكن باقي الاسم كام 26 يبقى الاجابة خاطئة يبقى باقي القسمة 26 بس الرقم 4 صل بالمناسب عايزين نوصل هنا عدد 972 و 18 في واحد جزء من ماء علشان اضرب في واحد جزء من ماء باعتبر المسألة ديت اسمه مش ضرب وبحرك العلامة على اليسار الرقمين حرك العلامة هتبقى هنا هنقلها ادي رقم ادي اتنين هتبقى ايه باقي بين السبعة والتسعة يبقى الاختيار رقم باقي نكتب الناتج تسعة علامة سبعة اتنين تماني السؤال اللي بعده عنتي مسألة اسمه هنقسم تلاتة واحد ثلاتة خمسة خمسة اتنين تعال نشوف العلمات الاول هنا علامة بعض رقم ه الاضرب في عشر خلاص كده العling ما تبقى اخمسة وعشرين دربت هنا في عشر ه الاضرب هنا في عشر هنا اضرب اخشان حرك العلامة هتبقى العلامة هنا يبقى أنا كده خلصت من العدد اللي انا بقسم عليه مفوش علينا تعالى نبدأ نقسم تلاتة على الخمسة وعشرين ما تنفعش تلاتة صغيرة هاخد الواحد هاخد الواحد وتلاتين الواحد في خمسة وعشرين ما ينفعش طبعا لو خدت الاتنين في خمسة وعشرين اتنين خمسين اكبر فانا هاخد مين هاخد الواحد الواحد في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين وبشد الخط وبطرع واحد مقص خمسة ما ينفعش يبقى الواحد ده احداشر والتلاتة تكون اتنين. حضواشر نقص خمسة يدي ستة اتنين نقص اتنين صفر للملوش إيما خلاص على الشمال. هنزل عدد اللي بعده. اللي هو مين? التلتة. عايز عدد اضربه في خمسة وعشرين يدينا حاجة قريبة للتلاتة وستين. لو خدنا التنين اتنين في خمسة وعشرين بخمسين. لو خدنا الثلاتة بخمسة وعشرين بخمسة وسبعين هتبقوا اكبر. ف★ هان peng 20. هتديني وبشد الخط برضه وبضرها. نقص صفر هي التلاتة ست نقص خمسة هتديني واحد كده بقت كده 13. العلمة اجت طلعها فوق. وهنزل العدد اللي بعد هو الخمسة. بعد مية خمسة وتلاتين لو خد الخمسة الخمسة في خمسة وعشرين بمية خمسة وعشرين. الخمسة في خمسة وعشرين بمية 25. وهشد الخط وهطرح. 5 نقص 5 صفر. 3 نقص 2 هتديني واحد. بقى معي كده عشرة. كده انا عندي الاسم 12 و 5 جزاء من عشرة وبقي عشرة. بس انت لما انا عندي ديت الاسم هنا فيها علامات عشرية ممكن ازود صفر علشان اخلص المسألة. صفر و 2 و 3 لحد المسألة ما تخلص طالما فيها علامة عشرية. عندي المية على الخمسة وعشرين هتديني اربعة. الاربعة وخمسة وعشرين بمية. كده المسألة تصفرت. وعندي الناتج اتناشر وخمسين جزءا من ماء. تعال نشوفي الناتج بتاعنا. اتناشر واربعة وخمسين جزءا من ماء رقم ديال. السؤال اللي بعده عندي جمع وعندي اقواس وعندي جمع في الاقواس وطرحة وايه وضرب. طبعا انا بحل الاول الضرب. بحل الضرب الاول في الاقواس. وبعد كده بمشي من اليسار تاني عندي جمع وبعد كده بطرح. تعال نشوف الاول الضرب. هنضرب الاول. ادي واحد واحد اربعة في واحد اتنين. وبعد كده بحط العلامات العشرية. هنا علامة بعد رقمين. وهنا علامة بعد رقم. الواحد في اربعة باربعة. الواحد في واحد بواحد. الواحد في واحد بواحد. كده احنا ضربنا الرقم الاولاني طلع مية واربعة عشر. بحط صفر مكان الواحد اللي انا ضربته. وباخد الاتنين اضربها في اللي فوق كله. الاتنين نضرب pertence نضرب تعال نشوف العلامات بتاعتنا هنا علامة بعد رقمين وهنا علامة بعد رقم يعني العلامة بعد 3 أرقام يعني 2 صحيح 394 كده احنا عملنا ايه حلنا الضرب هبدأ بعد كده أجمع الرقمين اللي عندي واتروحوا من الناتج اللي ايه الضرب اللي طلع معي يبقى هبدأ المسألة من أول تاني هبدأ ايه هبدأ الجمع هذا 18 علامة 5 زائد 20 علامة 32 وببدأ اجمع 5 و 2 7 0 و 3 3 جاءت العلامة نزلها 8 و 0 8 و 1 و 2 3 ده كده ناتج من ناتج الجمع يبقى انا كده حليت ناتج الجمع اللي هو 38 و 37 جزءا من 100 يبقى جماعة الرقمين اللي عندي مع بعض اللي هم 18 و 5 أجزاء من 10 من 120 و 32 جزءا من 100 اخد الجمع ده وهطرح منه الناتج اللي انا طلعته طيب انا عندي من الكبير فيهم انا طبعا عندي الكبير اللي هو ناتج الجمع هنزل تحت منه اللي هو ال 2 علامة 3 9 4 وكده هبدأ اطرح يبقى انا عملت ايه انا ده ربط الاول وبعد كده جمعت وارجع الناتج اللي انا جمعت واطرحهم من الرقم اللي معي هنبدأ نساوي العلامات ونطرح هنبدأ نساوي العلامات ونطرح هنا هنطرح صفر نقص 4 من فاشي وبالصفر ده بقى عشرة والسبعة دي بقى 6 عشرة نقص 4 ديمة 6 ستة نقص 9 ما ينفعش بقى الستة ده 16 والتلاتة ده تكون اتنين ستة تديني سبعة اتنين نقص تلاتة ما ينفعش بقى الاتنين ده تتناشر والتمانية ده تكون سبعة اتناشر نقص تلاتة ديني تسعة جيت العلامة نزلها سبعة نقص ديني تديني خمسة تلاتة ومفيش هي الثلاثة. كده احنا هلينا الجمع والضرب. بعد كده انا كده حالة الكوز. يعني ايه حالة الكوز? يعني جمعت وضربت وطرحتهم من بعض. بعد كده هو بقى بيقول لي اجمع عليهم الرقم ده. هنجمع عليهم خمسة واربعين علامة تمانية اربعة. بس هو العلامات بحطه صفر وببدأ اجمع. ستة وصفر هي نفسها ستة ستة سبعة واربعة حداشر واحد ومعينة الواحد على التسعة عشرة وتمانية تمانتاشر صف تمانية ومعينة الواحد وهد على الخمسة ستة ستة وخمسة احداشر واحد ومعينة الواحد واحد على التلاتة اربعة اربعة واربعة تمانية يبقى ناتج عندي واحد وتمانين تمنمية ستاشر جزء من ماء واحد وتمانين تمنمية وستاشر جزء من ماء. تعال نشوف الاختيارات اللي عندنا واحد وتمانين تمنمية وستاشر جزء من ماء الاختيار رقم واحد. يبقى لما يكون عندي في المسألة في الكورس ضرب بحل الدرب الأول وبرجع أبدأ من علي صار تاني كأن ما ضربتش ببدأي حلي من أول تاني بسؤال الخامس أوبي ده العامل المشترك يعين ميم ألف والمضاعف المشترك ميم ميم ألف لعددين تمانية وتنشر تعالy نشوف التمانية هذه التمانية هيدي اللي الى ép عندي التمانية إيه في Story فيه؟ بدييني تمانية التمانية ده اتنين في أربع الاتنين ده أولي اا الاتنين اولي هكتبه. فيه. طب الاربعة اولي. لا الاربعة مش اولي. الاربعة اتنين في اتنين. يبقى افكها اتنين في اتنين. كده انا فكت التماني. ارجع افك ايه? ارجع افك اللي اتناشر. اللي اتناشر ايه? اتنين في ستة. الاتنين اولي? اه خلاص نكتبه. تحت الاتنين فيه. طب والستة. لا مش اولي. الستة اتنين في تلاتة. الاتنين اولي وبذا الشرع قد اضرب اعلى لي داخل الاعجاب ان تبحث عن الثالث اولف اقول العائم الممكن مدرسات عائم المقرر اللغة من الثالث حانيا في الجامعة من على الصين الاعجاب بربع من لاعرب اشترك بالدكار من الاف تشرفين الف و Boom والضغار من اشترك استمر بها نقدر واحدة. عندي هنا اتنين بنزل واحدة. عندي تلاتة بنزل واحدة. وببدأ اضرب. اتنين في اتنين في اتنين. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في اربعة بتمانية. يبقى ده كله بتمانية. تلاتة في تمانية باربعة وعشرين. يبقى مين من الف بتساوي اربعة وعشرين. يبقى المضاعف بساوي اربعة وعشرين. كده احنا حلينا اختبار رقم اربعة. ان شاء الله الفيديو القدم. نحل اختبار رقم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته